بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب أهلا وسهلا بكم مع الحلقة الثانية من درسي إلى الذين يرفضون التغيير سنناقش اليوم شيئا من الفهم الدقيقي لهذا النص وشيئا من الثروة اللغوية والتذوق الفني له فكونوا معنا بعد هذا الفاصل القصير أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب سنستأنف اليوم ما بدأناه في الحلقة الماضية من شرح لدرسي إلى الذين يرفضون التغيير ولكن قبل الشروع في شرح الدرس علينا أن نستذكر ما تحدثنا عنه في الحلقة الماضية فنقول أول ما تناولناه هو مهارة المجال المهارة التي يستهدفها المجال هي مهارة ربط المقرؤ بالواقع كيف نربط المواقف التي تذكر في الموضوعات القديمة بواقعنا الحالي وناقشنا بالإضافة إلى ذلك القضية التي عالجها الموضوع وهي قضية من يرفضون التغيير متشبثين بتراث آبائهم وأجدادهم ثم انتقلنا إلى الحديث عن الموقف الذي عرضه الكاتب لكي يستدل على هذه القضية وقلنا بأن الموقف هو موقف مشركي قريش من دعوة النبي صلى الله عليه وآله ثم عرجنا على مواقف الناس من هذه الدعوة وناقشنا كذلك أقسام الناس الذين تعاملوا مع الدعوة فقلنا بأنهم كانوا على ثلاثة أقسام قسم رفض الدعوة رفضا مطلقة وقسم قبل بالدعوة بشكل مباشر وقسم كان مترددا بين القبول والرفض إلى أن اتوحت الرؤية فقبل بالدعوة بعد فتح مكة ثم ناقشنا أسس الحوار الإصلاحي الذي عرضه الموضوع وقلنا بأنه وضع للحوار الإصلاحي أساسين الأساس الأول تقييم القديم لبيان عيوبه ومساوئه وعدم موافقته للحياة الجديدة والأساس الثاني هو تقييم الدعوة الجديدة وإبراز إيجابياتها ونقاط القوة وكيفية تحقيقها للحياة الجديدة ثم انتقلنا إلى الموقف من القديم والجديد فقلنا بأن القديم لا يرفض لأنه قديم والجديد لا يؤخذ به لأنه جديد بل يؤخذ بالنافع من كليهما لتأسيس الحياة على أساسه أما القديم الذي ما عاد يمارس دوره في الحياة فإنه لا يلغى إلغاء تاما بل يعتز به كتراث يشير إلى حضارة الأمة وتاريخها ننتقل الآن بعد إجمال الحلقة الماضية إلى نقاش بعض المفاهيم الجزئية التي وردت في الدرس فنتساءل أولا لماذا اشتدت قريش في عدائها لدعوة النبي ورفضها له إن الكاتبة يوضح لنا من خلال عرضه للموضوع في مقدمة الموضوع يقول لنا بأن المشركين استوعبوا أمرا وهذا الأمر هو الذي دفعهم إلى رفض دعوة النبي صلى الله عليه وآله والاشتداد في عداوته ومناوأته فما هو هذا الأمر؟ ما الذي استوعبه كفار قريش من دعوة النبي؟ لقد استوعب الكفار أن النبي يدعوهم إلى تغيير جذري في كل مجالات الحياة فهو يدعوهم إلى تغيير العقيدة وتغيير السلوك وتغيير المعايير والقيم وهذا سيؤدي إلى تغيير حياتهم بالكامل ومصالحهم متعلقة بحياتهم السابقة لأنها أسست عليها إنما ورثوه من تراث عن آبائهم وأجدادهم وفر لهم القوة والمنع فإذا ما غيروا هذا الموروث كانوا يخافون من أن يكون هذا التغيير سببا لضعفهم وانهيار قوتهم إذن نتوصل إلى أنهم رفضوا الدعوة لأنهم عرفوا بأن النبي يدعوهم إلى إحداث تغييرات جذرية في العقيدة والقيم والأخلاق والمعايير السلوكية التي ورثوها عن آبائهم وأقاموا حياتهم على أساسها والآن يا عزيزي فلنستنتج معا العوامل التي ساعدت قريش على اتخاذ هذا الموقف قلنا إن السبب الذي دعا قريش إلى رفض الدعوة هو وعيهم لما تدعوهم إليه الدعوة الإسلامية الجديدة من تغيير يعصف بكل مجالات الحياة وقد ساعدهم في هذا الموقف مجموعة من العوامل ذكرها الكاتب أولى تلك العوامل أن مكة كانت مركزا روحيا لعبادة الأوثان فكانت مكة عند العربي هي المدينة المقدسة التي تصبو قلوبهم إليها ويحجون إليها كل عام آتين بالخير الوفير لأهلها ومحركين لتجارتها وهذا هو ما أوصلنا إلى العامل الثاني فنتيجة لتوافد العرب إلى مكة وزيادة تجارتهم وأرباحهم صارت مكة مركزا من مراكز القوة التي يحسب حسابها في حياة العرب وهذا ما دفعهم إلى أن يشتدوا في عداء النبي انطلاقا من زهوهم بقوتهم واعتدادهم بها العامل الثالث هو كثرة المترفين في أهل مكة والمترفون يميلون إلى البقاء على حالهم ولا يحبون التغيير لأن أي عملية تغيير قد تؤدي إلى إزالة الترف الذي كانوا فيه ولنا خير مثال في ذلك مصعب بن عمير رضي الله عنه فقد كان من مترفي مكة وكان يسمى فتى قريش إذ كان من أغنيائها ومن الشباب الذين تمتعوا بجمال وبكثرة في المال ولكنه حين أسلم تحولت حياته تحولا كبيرا فصار يلبس أبسط الثياب ويجلس في أبسط المجالس وصار من الدعاة إلى الدين الجديد وتحمل العذاب والألم إلى أن استشهد في غزوة أحد رضي الله تعالى عنه ننتقل الآن إلى جانب آخر من جوانب الموضوع لكي نفهم الموضوع بشكل جيد لا بد لنا من أن نفهم لماذا طعم الكاتب موضوعه بآيات من القرآن الكريم وما هي فائدة كل آية ولماذا استخدمها الكاتب نبدأ بالآية الأولى قال تعالى بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون لماذا استخدم الكاتب هذه الآية ما الفكرة التي أراد أن يستدل بالآية عليها تجدون هذه الآية في مقدمة الموضوع حين يذكر الكاتب موقف قريش من دعوة النبي صلى الله عليه وآله لذا جاء بهذه الآية لكي يثبت بأن رفض قريش لدعوة النبي كان على أساس التمسك بالتراث لا على أساس مناقشة جزئيات هذه الدعوة أو بيان صلاحيتها لحياتهم الجديدة إذن نقرأ هذه الإجابة معا استدل الكاتب بالآية لإثبات موقف قريش الرافض للتغيير من منطلق المحافظة على ما ورثوه من آبائهم وأجدادهم هذه الآية عزيز الطالب أوردها الكاتب ضمن آيات أخرى تشرح موقف المشركين من الأنبياء فتقول بأن الموقف واحد وهو رفضهم للدعوة وأن حجتهم أيضا واحدة وهي التمسك بتراث الآباء والأجداد وهذا خدم الكاتب في تحقيق مهارة المجال إذ أن القضية كانت ممتدة عبر تاريخ الأنبياء وتاريخ مجتمعاتهم إذ إن القضية مرتبطة بتاريخ الأنبياء بطوله وبكل مجتمع ظهرت فيه دعوات الإصلاح كانت تجابه بمثل ما جوبها به النبي محمد صلى الله عليه وآله وهذا يشير إلى أن الرفض القائم على التمسك بالتغاث سنة تاريخية تواجه كل دعوات الإصلاح وهذا يعطينا سنة جديدة نستخدمها في معالجة الواقع وهي أننا في كل عملية إصلاح يجب أن نتوقع رفض المتمسكين بالتغاث وأن نتعامل مع هذا الرفض كما تعامل أنبياء الله عليه السلام اقرأ معي عزيزي الطالب هذه الإجابة تقول الآية تثبت وحدة موقف رافضين للتغيير عبر التاريخ ووحدة حججهم وهذا يدل على أن القضية المعروضة سنة تتكرر مع كل دعوات الإصلاح ننتقل إلى آية ثالثة أو ردها الكاتب في موضع من مواضع مقاله قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد لماذا أورد الكاتب هذه الآية لاحظ معي أن الآية وردت بعد قول الكاتب أن نتيجة هذا الصراع الذي ذكره وفصله في الصفحات الأولى من المقال نتيجة هذا الصراع تتحول دائما إلى صالح دعوات الإصلاح والتغيير إذن السنة الثانية التي أشار الكاتب إليها أن الانتصار دائما يكون لدعوات الإصلاح وأن على دعاة الإصلاح أن يثقوا بالانتصار على دعوات التمسك بالتغاث غير الصالح لإقامة حياة جديدة اقرأ معي هذه الإجابة تدل الآية على أن النصر في نهاية الأمر يكون لدعوات الإصلاح وغم رفض المتمسكين بتراث آبائهم لها وفي جو هذا السؤال نتساءل لماذا أورد الكاتب آيات سورة النصر كاملة في نهاية موضوعه ما هي فائدة هذه الآية؟ هل تفيد ما أفادته الآية التي ناقشناها قبل قليل من أن النصر سنة كونية؟ أم أن للآيات فائدة أخرى ذكرها الكاتب؟ الكاتب أورد هذه الآية بعد حديثه عن فتح مكة و سورة النصر من السور التي نزلت بعد فتح مكة مباشرة تقول سورة النصر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ما هو هذا النصر؟ النصر يا عزيزي هو فتح مكة فكأنما فتح مكة وهي مدينة من مدن العرب كان نصرا للدعوة على جميع الفئات التي كانت ترفض التغيير لماذا سمي فتح مكة بالنصر في هذه الآية؟ نعرف ذلك إذا رجعنا إلى العام الذي تلا فتح مكة و هو عام الوفود و سمي هذا العام بعام الوفود لأن القبائل العربية بعد فتح مكة أرسلت وفودها إلى النبي صلى الله عليه و آله لكي تعلن إسلامها و تقبل الدين الجديد و الدعوة الجديدة و أقبلت أيضا على تغيير تراث آبائها و أجدادها و حولت حياتها إلى حياة إسلامية تسير وفق المعايير و السلوكيات الإسلامية لذلك أورد الكاتب سورة النصر لكي يثبت لنا أن القبائل العربية كانت تبعا لقريش و هذا يدلنا على فئة المترددين الذين كانوا ينتظرون انتصار طرف من الأطراف فعندما انتصرت الدعوة الإسلامية أقبلوا عليها إقبالا شديدا حتى سمي العام بعام الوفود كما قلنا إذن فائدة إراد سورة النصر أنه أوردها ليثبت أن موقف العرب من الدعوة كان تابعا لموقف قريش منها فبرفض قريش للدعوة رفضها العرب و بقبولهم لها أقبلت بقية القبائل العربية و هذا يقوي و يدعم ما ذكرناه قبل قليل من أن قريش كانت من مراكز القوة عند العرب و عادة تكون الأطراف تبعا للمركز كما تكون المدن المحيطة بالعاصمة تبعا لها من خلال الموضوع و من خلال عرض المواقف نستطيع أن نستنتج بعض صفات المصلحين ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر في الإنسان الذي يريد الدعوة لإصلاح مجتمعه و واقعه أولى تلك الصفات هو أن يكون المصلح عارفا بالظروف الاجتماعية و الثقافية فالنبي صلى الله عليه و آله أرسل بعد سن الأربعين و كانت معرفته بالظروف الثقافية و الاجتماعية قد اكتملت فعرف من يدعو و كيف يدعو و كيف يحاجج الناس و كيف يخصمهم في محاججتهم و ذلك أيضا نراه في دعوته لأهل المدينة فهو عالم بأن أهل المدينة كانوا مهيئين من الجهة الثقافية لاستقبال الدعوة السماوية لاحتكاكهم بأهل الكتاب كما ذكرنا في الحلقة الماضية و كذلك كان يعرف بأن أهل المدينة يعانون من صراع شديد يأكلهم بين قبيلتين كبيرتين في المدينة هما الأوس والخزرج إذن معرفة النبي للأوضاع الثقافية و الاجتماعية في عصره ساعدته على قيادة عملية الإصلاح و الانتصار بها الصفة الأخرى تابعة للصفة الأولى لأن معرفة الإنسان بالظروف الاجتماعية و الثقافية توفر له تنبؤا بكيفية استقبال الناس لدعوة الإصلاح و هذا يعطيه نوعا من الصبر عندما يقابله الناس بغفض التام إذن الصفة الثانية هي الصبر على اعتراضات رافضين للدعوة و قلنا بأنها تبع للصفة الأولى و من الصفة الثانية أيضا نشتق الصفة الثالثة إذن الصفة الثالثة هي الثقة بالقدرة على التغيير و بنصر الله للدعوة و هذا ما أوضحه الكاتب كما ذكرنا في الآية الثانية ننتقل الآن إلى شيء من الثروة اللغوية نلاحظ في الدرس أن الكاتب أوضح ظاهرة لغوية و هي تعدد الأسماء لمسمى واحد ما معنى هذا قد يكون المسمى واحدا و لكن يكون اسمه في التراث اسما معينا و في استخدامنا الحديث يكون له اسم آخر فعلى الباحث أن لا ينخدع بتغيير الأسماء بل ينظر إلى الجوهر الذي تشير إليه الأسماء أين نجد هذا في الموضوع؟ نجده عندما عرض الكاتب لتسمية الرافضين للتغيير من منطلق التراث بإسمين أحدهما في القديم والآخر في الاستعمال الحديث فنجد أنه أشار إلى اختلاف تسمية الرافضين لعمليات الإصلاح بين الماضي والحاضر فقد سموا بالتقليديين قديما و بالرجعيين في العصر الحاضر إذن على الباحث والمتأمل في الموضوعات التي تعرض الأمور القديمة و المواقف القديمة أن يلتفت إلى ضرورة موافقة الأسماء القديمة مع الأسماء الحديثة و اكتشاف وحدة المسمى بينهما الآن فلننتقل إلى ظاهرة لغوية أخرى استخدم الكاتب في بيان أسس الحوار كلمة التقييم فما الفرق يا عزيزي بين التقييم والتقويم يتوضح لنا ذلك الفرق من خلال ملاحظة هذه الجمل الجملة الأولى تقول قيم المعلم مستوى طلابه ليعرف مواطن الضعف عندهم إذن ما معنى كلمة التقييم في هذه العبارة إن كلمة التقييم هنا تعني تحديد مستويات الضعف لدى الطلاب أي معرفة وتحديد معالم مستويات الطلاب في فصله أما كلمة التقويم فنجدها في هذه العبارة تأملها معي يقول قوم المعلم إجابات الطلاب وبيّن لهم مواضع الخطأ فيها ما معنى التقويم هنا التقويم في هذه العبارة إشارة إلى أن المعلم لم يكتفي فقط بتحديد المستوى بل قام بتعديل أخطاء القوم أو أخطاء الطلاب إذن الفرق بين التقويم والتقييم أن التقويم عملية تابعة لعملية التقييم التقييم يحدد المستوى والتقويم يعدل الخطأ ويقوم المعوج ننتقل الآن عزيزي إلى عبارة أوردها الكاتب في الموضوع واستخدم كلمة قد تكون غريبة عليك فلنحاول أن نتعرف على معناها يقول وأصبح الاستشراف في مكة لتقبل الدعوة ما معنى كلمة الاستشراف في الجملة السابقة عندما تفتح المعجم للبحث عن كلمة الاستشراف ستجد أن أصحاب المعاجم يذكرون أن الاستشراف هو وضع اليد على الحاجب لتوضيح الرؤية من خلال حجب أشعة الشمس وهذا يعني بأنك تنظر إلى أمر بعيد فلو كان المرئي قريبا ما احتجت إلى هذا إذن أنت تبصر أو تستشرف الشيء البعيد وأهل مكة كانوا يستشرفون شيئا بعيدا ولكن هذا الشيء البعيد ليس شيئا ماديا يرى بالعين المجردة بل أمر معنوي يقلب حياتهم بالكامل إذن نستنتج أن معنى الاستشراف في هذه العبارة هو من خلال أصل الاستشراف أصل الاستشراف وضع اليد على الحاجب للاستعانة بذلك على رؤية وهي تدل في الجملة على التطلع والاستعداد لتقبل الدعوة الجديدة ومن هنا نستنتج عزيز الطالب أن المعاجمة تعرض المعنى المركزي للكلمة وأن هذا المعنى لا يكون مطابقا لمعنى الكلمات التي تكون في النصوص فعلينا أن نفكر لكي نوافق بين المعنى المركزي للكلمة وبين الاستخدام الذي جاء به في النص ننتقل الآن يا عزيزي إلى فعل استخدمه الكاتب وقد تجد هذا الفعل في موارد أخرى يؤدي معنى آخر لاحظ معي الفعل دعا العبارة الأولى تقول دعا النبي قومه إلى الإيمان بالله نريد الآن أن نفهم معنى كلمة دعا في كل عبارة من هذه العبارات العبارة الأولى كما قلنا دعا النبي قومه إلى الإيمان بالله العبارة الثانية دعا المؤمن ربه بخشوع والعبارة الثالثة دعا المدير الموظفين للاجتماع لاحظ العبارة الأولى عندما نقول دعا النبي قومه معنى دعا أنه عرض عليهم الإيمان بالله تعالى إذن كلمة دعا هنا هو عرض العقيدة وعرض الدعوة الإسلامية بينما دعا في العبارة الثانية تشير إلى دعوة المؤمن ربه أي تضرع إليه وسأله حاجته بينما العبارة الثالثة دعا المدير الموظفين للاجتماع أي طلب منهم الحضور إلى الاجتماع إذن أقرأ معي الإجابة الأولى عرض عليهم الإيمان الثانية سأله وتضرع إليه الثالثة طلب منهم الحضور ننتقل الآن لمناقشة بعض الجوانب في التذوق الفني لهذا النص وفي التذوق الفني سوف نستخدم مهارات البلاغة التي درسناها سابقا للنظر إلى جماليات هذا النص أول سؤال يخطر على بالنا عند قراءة هذا النص هو أننا لم نلاحظ كثرة الأساليب البلاغية والصور البيانية في هذا النص ونقصد بالصور البيانية الاستعارات بأنواعها والكناية والتشبيهات فلماذا لم يستخدم الكاتب تلك الصور بكثرة؟ لاحظوا السؤال علّ الافتقار الموضوع للصور والتشبيهات إذا أردنا أن نجيب على هذا السؤال يجب أن نرجع إلى ما ذكرناه من هدف كان يتحراه الكاتب في مقاله وهو أنه يريد عرض موقف يستخرج منه سنة وقانونا كان يجري في الماضي وهو يجري في الواقع وهذا يتطلب منه الاستدلال على هذا القانون وإثبات صحته في هذه الحالة سوف يتجنب الكاتب كثرة الخيال لكي يعرض الأدلة ويستفيد في شرحها لاستنتاج القوانين التي كان يتحراها لذلك قلت الصور البيانية في استخدام الكاتب وأسلوبه لاحظ معي هذه الإجابة لأن الكاتب يناقش سنة اجتماعية ذات أبعاد دينية وفكرية وهو محتاج إلى الاستعانة بالأدلة المقنعة ومناقشة القضية بشكل مباشر بعيدا عن الخيال ولكن هل هذا يعني أن الموضوع خال تماما من أي صورة بيانية إن الإنسان لا يستطيع يا عزيزي أن يتحدث دون استخدام صورة بيانية في طيات حديثه لأن خلوة الحديث من الصورة البيانية أمر شبه مستحيل ومن هذا المنطلق نرجع إلى الموضوع لنقرأه مرة أخرى هل هناك صورة بيانية؟ نعم انظر معي إلى قول الكاتب إحداث تغييرات جذرية فما هي الصورة البيانية في هذه العبارة؟ لاحظ معي كلمة جذرية ما المقصود بها؟ أنت تعلم بأن النبات يكون قائما على جذوره فإذا ماتت الجذور مات النبات وأنت تعلم بأن الجذور في النبات تمثل الأساس إذن أي تغيير يمس الجذور سوف ينعكس على النبات بأكمله وأي تغيير يمس الأسس المركزية في المجتمع سوف يؤدي إلى تغيير المجتمع بأكمله وهذا ما قام به النبي فالنبي غير الأساس العقدية للمجتمع وعلى أساسه تغيرت كل الظروف المحيطة بهذا الأساس من ثقافة وفكر ومعايير سلوكية بل وتعاملات مادية وعقود اجتماعية كل هذه الأمور تغيرت لأنه غير الجذرة الرئيس في المجتمع وهو العقيدة إذن هذه العبارة يا عزيز الطالب تشير إلى التغيير الشامل للمجتمع من خلال التغيير الذي مس جذور هذا المجتمع وهذا النوع من التعبير يسمى بالكناية كما درسته في دروس البلاغة إذن نقرأ الإجابة في لفظة جذرية كناية عن عمق التغيير وشموله لكل الجوانب والكناية تعبر عن المعنى بقوة من خلال إشارتها إلى التغيير الذي يمس الجذور غير الظاهرة على السطح وكما ذكرنا تغيير الجذور يؤدي إلى تغيير النظام بالكامل إلى هنا عزيز الطالب وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم ونهاية شرح درس إلى الذين يرفضون التغيير على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا